يا صباح الورد كل سنة وانتم طيبين روايح الشهر الكريم واول حاجة بنفكر فيها في الصحور هو الزبادي هنعمله في البيت بأسهل طريقة وسريع جدا في 5 دقايق حط حضري كريمي وناعم وأحلم الجاهز بكتير وهقولك على أسرار نجاحه معاك وكمان سبب الشرش أو المياه اللي موجودة إزاي تتخلصي منها ويكون الزبادي كريمي وطعمه زي الإشتا وكمان قريب جدا من طعم الزبادي اليوناني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وكمان تشترك في القناة عشان يوصل ليك كل إشعار بفيديو جديد أنا بنزله قبل ما نبدأ في الوصفة نستمي ونصلي على الحبيب المصطفى معايا كيلو من اللبن أو الحليب ويكون كامل الدسم وأنا بفضل إنك تجيبيه من الفلاحين بيكون لسه بخيره لأن بيطلع الزبادي كريمي وناعم زي الإشتا وبيكون طعمه مختلف كتير عن الجاهز لإن لبن الفلاحين بيكون لسه الإشتا موجودة فيه ولسه بخيره أرفعه على النار وأول ما لقيه يغلي أبتدي أقلبه باستمرار وهدي النار عليه عشان أدوب الإشتا اللي موجودة فيه عشان ما تعملش إشرة على الوش وتاني حاجة عشان أبخر كمية الميا اللي موجودة في اللبن وما يتكونش معانا الشرش اللي بيكون موجود في الزبادي أسيبه يغلي على النار حوالي 10 دقايق ده سبب من أسباب تكون الشرش أو الميا اللي موجودة في الزبادي أقلبه لمدة 10 دقايق عشان أتخلص من الميا اللي موجودة فيه على هيئة بخار ساعات بيكون اللبن مخشوش ومنضاف ليه مياه الخطوة دي بتخلصك من أي ميا موجودة على هيئة بخار والزبادي يطلع معاك متماسك وما يكونش فيه شرش أو مياه أبدا وده سبب من أسباب تكون الشرش اللي محدش كان يعرفه لأن فيه حبايب بيضيفوا لبن بودر وبيقولوا اللبن البودر بيمنع تكون المياه في الزبادي وده طبعا خطأ كبير لأن اللبن البودر بيطعم بس الزبادي كده تمام أطفي عليه النار أحضر بولة وأحط فيها مياه سقعة أو مياه من الحنفية وبعد كده أحط حلة اللبن وأقلبه على طول والعملية دي اسمها البسترة تبريد مفاجئ للبن الخطوة دي أفضل من إن اكتسبيه لحد ما يبرد تاني حاجة بتوفر في الوقت ودي طريقة المصانع في تبريد اللبن بيكون تبريد مفاجئ وبتكون عملية اسمها عملية البسترة لو اللبن لسه سخت حاول تغير المياه وتجيبي مياه سقعة تاني وتبردين لحد ما يكون زي دمعة العين يعني زي رضعة البيبي الخطوة اللي جاية حنحتاج علبة زبادي أو ياغورت وفيه بلاد تانية بيسموا الزبادي لبن اللي موجودة في السوبر ماركت وهي حوالي 90 جرام أزود عليها معلقة كبيرة من السكر بصراحة بتدي للزبادي طعم حلو قوي معلقة كبيرة لبن بودر ودي اختياري في الزبادي بس بتدي للزبادي طعم زي العسل ودي معلومة مهمة اللبن البودر ما بيمنعش الشرش اللي موجود في الزبادي هو بس بيديله طعم وكوام نقلبه كويس لحد ما يكون كريمي عشان ما يعملش حبيبات في الزبادي وتخريزة أزود عليهم شوية لبن بسيط وأفكه قبل ما أضيفه على اللبن ممكن نستخدم الخلاط في فك الزبادي مع شوية لبن بس هي حاجة بسيطة جداً عملناه بالمضرب اليدوي بعد كده أضيفه على اللبن واخلطه كويس جداً عشان الزبادي يدوب في قلب اللبن أحط اللبن في حاجة لها بوز عشان تكون سهلة علي في الصب أنا جبت الكوبي المعياري وحطيت فيه اللبن عشان يكون سهلة علي نحضر الكوبيات أو الكسات أو الطواجن أياً كان اللي حنستخدمه معي البرطمانات الصغيرة جداً شكلها تحفو على السولة بحبها في الزبادي وكوبيات الأهوة الصغيرة بصراحة جنن ممكن تستخدمي علب الزبادي اللي كنا بنشتريها من السوبر مارجر في عمل الزبادي البيتي حضرت صانية وغلفتها بورق فويل فيديته إنه بيحافظ على درجة الحرارة لمدة طويلة بعد كده أصب اللبن في البرطمانات أو الكوبيات نغطي البرطمانات لو لها غطى وبعد كده اللف الصانية بستريتش المرحلة الأخيرة في نجاح الزبادي لو لسه موجودة معايا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتعليق جميل عشان يوصل ليك كل الوصفات بمناسبة شهر رمضان الكريم توصلك أول بأول أسخن الفرن وأحط إيدي لو اتحملت السخنية كده زي ما انتو شايفين أحط الزبادي وأقفل الفرن وأسيبه حوالي 6 ساعات بعد كده حدخله التلاجة وبألفة هنوشفة طريقة بسيطة جدا وكده الزبادي حيطلع مظبوط معايا في طريقة تانية ممكن تلف الصانية ببطنية أو دفاية وتسيبيها لتاني يوم بعد كده تدخليها التلاجة طريقة سهلة جدا لأن كتير من حبيبنا الزبادي ما بينجحش معاهم كل الخطوات اللي عملناها مع بعض هيطلع معاكي الزبادي ناجح في 100% الزبادي ممكن تعمليه أول ما تسح من النوم هو ما بياخدش معاكي 5 دقايق لأن بنبرده تبريد مفاجئ اللي هي عملية البسطرة عشان كده مش هياخد معاكي أي وقت بعد كده تحطيه في التلاجة وتكلوه بألفة هنوشفة على الصحور زبادي كريمي مفهوش الشرش نهائي وبصراحة طعمه كريمي كريمي وطعمه طحفة جدا زي ما انتو شايفين تقيل وبهز الكباية وبخبط عليها ما بينزلش معايا نهائي نقول الخطوات اللي عملناها في الزبادي أول حاجة اللبن يكون من مكان موصوق فيه ويكون كامل الدسم ويفضل من الفلاحين اللبن لما نيجي نغليه نقلبه باستمرار عشان نبخر المياه اللي موجودة فيه اللي بتكون معانا الشرش درجة حرارة اللبن لازم تكون زي دمعة العين زي رضعة البيبي لما نخلط الزبادي نخلطه كويس عشان يكون ناعم وما يتكونش فيه تكتلات وتخريزة إضافة اللبن البودر للزبادي ما بيمنعش الشرش أو المياه اللي موجودة فيه لكن بيدي قوام وطعم كريمي بس كده آخر حاجة اللبن تبرده تبريد مفاجئ ودي اسمها عملية الباسترة زي المصانع بالزبط والخطوة دي أفضل من إن اكتسبيه لحد ما يبرد تاني حاجة بتوفر في الوقت أفضل طريقة في تبريد اللبن طريقة الباسترة اللي هو التبريد المفاجئ قلنا كل خطوات الزبادي وإن شاء الله حيطلع معاك الزبادي ناجح أتمنى تجربوه وتكتبوه لإن نتيجة بصراحة طحفة وأكيد أنتوا شايفين الزبادي كريمي جدا وأخدنا منه بالمعلقة شايفين مفيش لولا نقطة مياه موجودة في قلب الزبادي وأديني بخبط عليه عشان بحاول إن أنا نزله من البرتمال أو من الكوباية ما بينزلش قوامه تقيل جدا جدا وطعمه زي الإشتة بالزبط طعم بصراحة عارفين الزبادي اليوناني هو أحلى منه بكتير بكتير يارب أكون وصلت ولو معلومة صغيرة لكم أتمنى تجربوه وتكتبوه لي في التعليقات إيه النتيجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروه مع صحابك وحبيبك واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوا قناتي وتفعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم كل إشعار بوصفة جديدة أنا بنزلها اشتركوا في القناة